هلو حبايب واليوم درسنا القمر وقف عبد الرحمن أمام بيته في المساء فشاهد أباه ينظر إلى السماء ويقول نحن في بداية الشهر القمري قال عبد الرحمن القمر جميل ولكني أراه صغيرا هذه الليلة يا أبي ابتسم أبوه وقال نعم يا بني القمر يبدأ صغيرا في أول الشهر كما تراه ويسمى هلالا ثم يكبر حجمه حتى يكتمل في منتصف الشهر فيسمى بدرا وبعد ذلك يتناقص حجمه حتى يختفي وتسمى هذه المدة الشهر القمري عبد الرحمن ومن شهور القمرية يا أبي هسا خلونا نعيد القمر وقف عبد الرحمن أمام بيته في المساء فشاهد أباه ينظر إلى السماء ويقول نحن في بداية الشهر القمري قال عبد الرحمن القمر جميل ولكني أراه صغيرا هذه الليلة يا أبي ابتسم أبوه وقال نعم يا أبني القمر يبدأ صغيرا في أول الشهر كما تراه ويسمى هلالا ثم يكبر حجمه حتى يكتمل في منتصف الشهر فيسمى بدرا وبعد ذلك يتناقص حجمه حتى يختفي وتسمى هذه المدة الشهر القمري عبد الرحمن وما الشهور القمرية يا أبي الأب هي 12 شهرا المحرم الصفر ربيع الأول ربيع الثاني جمادي الأولى جمادي الآخرة رجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة وقد جعلها العرب أساسا في تاريخ الحوادث وحساب السنين عبد الرحمن أصحيح يا أبي إن الإنسان وصل إلى القمر؟ الأب نعم يا بني استطاع الإنسان أن يصل إلى القمر بفضل العلم ومشى عليه ورأى فيه الجبال والأودية والتقط له الصور ثم عاد إلى الأرض عبد الرحمن وكيف تمكن من ذلك؟ الأب صعد الرواد سفينة الفضاء فانطلقت بهم في أعالي الجو بسرعة وهم يرتدون ملابسهم الخاصة فأوصلتهم إلى القمر بعد ثلاثة أيام فكانت هذه الرحلة أول رحلة للإنسان على القمر عبد الرحمن ما أجمل القمر؟ أتمنى أن يأتي اليوم الذي أتمكن فيه من الوصول إليه الأب قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا محشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فإنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان صدق الله العلي هسا خلونا نعيكها مرة ثانية هي 12 شهرا المحرم الصفر ربيع الأول صفر ربيع الأول ربيع الثاني جمادي الأولى جمادي الآخرة رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدتي وذو الحجة وقد جعلها العرب أساسا في تاريخ الحوادث وحساب السنين عبد الرحمن أصحيح يا عبي إن الإنسان وصل إلى القمر الأب نعم يا بني استطاع الإنسان أن يصل إلى القمر بفضل العلم مشى عليه ورأى فيه الجبال والأودية والتقط له الصور ثم عاد إلى الأرض عبد الرحمن وكيف تمكن من ذلك الأب صعد الرواد سفينة الفضاء فانطلقت بهم في أعالي الجو بسرعة وهم يرتدون ملابسهم الخاصة فأوصلتهم إلى القمر بعد ثلاثة أيام فكانت هذه الرحلة أول رحلة للإنسان إلى القمر عبد الرحمن ما أجمل القمر أتمنى أن يأتي اليوم الذي أتمكن فيه من الوصول إليه الأب قال الله سبحانه وتعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فإنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان صدق الله العلي العظيم والذي هنا انتهى درسنا ومع ألي السلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر